المؤسسة الخيرية الملكية المؤسسة الخيرية الملكية دكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية ومن جانب نادي ريال مدريد السيد أنريكي سانشيز نائب الرئيس وبهذه المناسبة قدم سعادة دكتور مصطفى السيد بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على الرعاية التي يوليها سموه لعمل المؤسسة وتوجهات سموه للارتقاء بأبناء المؤسسة وأعداد برامج شبابية تسقل مواهبهم وتهيئهم للمستقبل يذكر أن أكاديمية ريال مدريد منذ بداية عملها في مملكة البحرين عام 2011 قامت بتدريب قرابة 500 لعب من مختلف الأعمار بين 5 إلى 17 سنة للأولاد والبنات حيث انتقل مجموعة من لعبيها إلى الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية أنا سعيد جدا أنه كان لي شرف توقيع التفاقية مع ريال مدريد اليوم لتجديد تدريب الشباب البحريني ضمن برنامج أكاديمية ريال مدريد في البحرين ولمدة 5 سنوات تجديد هذه التفاقية مبنية على تجربة ناجحة سابقة بحيث قمنا بتدريب حوالي 500 شاب من أبناء البحرين ونسبة كبيرة منهم من أبناء الأيتام أو الأطفال اللي يحتاجون إلى الرعاية والتدريب فقمنا بتدريبهم ومو فقط في أمور الكرة والرياضة بس أيضا في فن الحياة في الأكل الصحي في الفحص الطبي في الانضباط والأخلاق في المدرسة أسجل تقديري لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لدعمه للأنشطة الشبابية بصفة عامة ولأبنائنا الأيتام وتهيئة الحياة الكريمة لهم بصفة خاصة البرنامج كان ناجح وراح نبني على هالنجاح ونأمل نحقق نتاج أكبر إن شاء الله